موسيقى من القاهرة والناس نشر اخبارية جديدة اليكم ابرز عنوينها معهد واشنطن تعليق المساعدات لمصر اضرار بالمصالح الامريكية موقع فرنسي القاهرة سددت اول اقصاط رفال والصفقة دخلت حيز التنفيذ مميش مليون فرصة عمل في المرحلة الاولى من مشروعات قناة السويس واليكم تفاصيل النشرة على الادارة الامريكية ان تقدم الدعم للرئيس السيسي فتعليق المساعدات لمصر لا يفعل شيئا سوى الاضرار بالمصالح الامريكية ودفع القاهرة نحو اطراف اخرين هذا ما اكدته الباحثة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق وادنى ان بورشتسكايا قائلة حكومة الرئيس السيسي ملتزمة بتحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي وكما اكد صندوق النقد الدولي ان جزءا من نجاح الاصلاح في مصر يتوقف على المساعدات الخارجية وهو ما يتطلب ضرورة تقديم الولايات المتحدة هذا الدعم للسيسي كما ان نفوذ مصر الاقليمي يعد عنصرا مهما عندما يأتي الحديث عن الاستقرار في الشرق الاوسط ونقلت الباحثة عن روبرت روك استاذ التاريخ بجامعة توسن والمتخصص في الشؤون المصرية قوله الادلة الرئيسية التي تشير الى ان نظام السيسي اخذ في الوفاء بتعاهداته الاقتصادية مصر سددت اول اقصاط المقاتلات رفال والصفقة تدخل حيز التنفيذ هذا ما اكده موقع ليسيكو الفرنسي قائلا القاهرة قامت بدفع اول اقصاط الصفقة بعد ثلاثة اسابيع من توقيع العقد بين وزير الدفاع المصري الفريق اول صدقي صبحي ونظيره الفرنسي جون ايف لغيان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يعد اول عقد تبرمه فرنسا لتصدير رفال مشيرة الى ان رئيس شركة داسو ايريك تقابي اعلن خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسواء اولاند للمصنع ان مصر كان يجب عليها دفاع نصف المبلغ ونصف الاخر سيتم تميله عن طريق الاقتمال موضحا ثقته من ان مصر تقوم بدفع الاموال المستحقة مليون فرصة عمل في المرحلة الاولى من مشروعات قناة السويس هذا ما اعلنه الفريق مهب مميش رئيس هيئة قناة السويس قائلا خلال الزيارة التي قام بها وفد حركة تمرد للترويج للمؤتمر الاقتصادي ان مشروعي تنمية محور قناة السويس وحافر قناة السويس الجديدة سيضعهما مشروعات قومية عملاقة توفر مليون فرصة عمل للشباب في مرحلتها الاولى مشيرا الى ان فرص العمل ستكون متاحة في جميع التخصصات وسيتم رفع مستوى العمالة في منطقة القناة بعد مؤتمر مارس الاقتصادي موضحا ان قناة السويس تستعد لعملية النمو التي تشهدها دولتي الصين والهند وتوسع حركة التجارة العالمية تمكن افراد الامن الاداري في جامعة الازهر بمدينة مصر فرع البنات من ضبط معيدة بكلية العلوم بالجامعة برفقة زوجها اثناء دخولهما الى الحرم الجامعي وبحوزتهما كميات كبيرة من الشماريخ والقنابل البدائية وعدد من الصواريخ داخل سيارتها واوضح احد افراد الامن الاداري ان المعيدة انكرت صحبتها لهذه الممنوعات وادعت انها تخص حماتها وانها لا تعرف عنها شيئا من جانبه قرر دكتور عبد الحي عز برئيس جامعة الازهر ايقاف المعيدة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها نجحت قوات امن شمال سيناء في تفكيك عبوة هيكلية زراعها ارهابيون بالقرب من مدرسة الذكرى الابتدائية بالعريش لاثارة الظهر في نفوس المواطنين واقال مصدر امنه ان القوات طلقت بلاغا بوجود عبوة وتم تفكيكها بواسطة قوات مكافحة المفرقعات من دون وقوع خسائر وكان ارهابيون قد اطلقوا النار في ساعة مبكرة صباح الاربعة على كمين امني بمنطقة البراهمة ويرفح ما ادى الى استشهاد النقيب ايمن فؤاد في المقابل تمكنت القوات من قتل عشرة ارهابيين خلال احملات امنية بمناطق متفرقة بشمال سيناء قصفت طائرة عسكرية عدد بؤر ارهابية بمناطق وقرى تقع جنوب الشيخ زويد ورفح نشطنا انتهت نلقاكم في نشارات اخرى باذن الله شكرا